رسائل خلط الأوراق ترمى بشكل مقذوفات على مقر الأحزاب ورصاصات على شخصيات سياسية مشهد الحوارات يتحول لإعتداءات تطال مقار تقدم وعزم ومحاولة اغتيال للرئيس مكتب الديمقراطي الكردستاني في بغداد تتحدث أطراف من تقدم عن الرسائل التي تحملها هذه الاستهدافات الهدفة لعرقالة ما وصلت إليه الأطراف المختلفة من تفاهمات لكنها لن تصل إلى غايتها فعجلة التقدم سائرة داخل البرلمان وخارج أسواره الحزب الذي حقق نجاحات متعددة ويعتبر الآن قواعدة جماهيرية هي من القواعد المهمة في ترسيخ الدولة العراقية الحديثة قاعدة كبيرة من الشباب والشابات بالتالي أنا أقول أنه عمل إجرامي وعمل إرهابي كائنا من يكون خلف هذا العمل إن كان جهة سياسية أو إن كانت جهة أخرى إرهابية هو أصبح تحت عنوان الإرهاب مع الأسف نهيب بالقوات الأمنية لمعرفة الجنات ولن يعيقونا ولن يوقفوا مسيرة حزب تقدم في المرحلة المقبلة إن شاء الله نحن ماضون وهذه الأعمال الإرهابية لن تعيق مسيرة حزب تقدم التوقيتات المتزامنة لاستهداف مقر الأحزاب وتجدد قصف السفارة الأمريكية وقواعد عسكرية تبين تطور صراع فرض الإرادات الداخلي والخارجي والذي تجلى بهذه التطورات غير المسبوقة باستخدام لغة المقذوفات والسلاح بدل الجلوس حول طاولة الحوار ومحاولة أيضا لتفكيك التحالف السياسي الذي خرجت به جلسة البرلمان الأولى بحسب مراقبين من باب الضغوط لأن القصة الآن حقيقة قصة وجود بالنسبة للجهات التي تستهدف في حال ذهاب السيد مقتدى الصدر بمشروعه هذا يعني أن هناك مشكلة ستواجه الجهات المسلحة في العراق وأعتقد أنه لن ينثني عن الذهاب باتجاه مشروعه وستقبل الجميع بشروطه إذن الهجمات سياسية ومحصلة المهاجمين الصفر بعد رفض سياسي وشعبي لهذه الممارسات الهدامة كما وصفت وإصرار الأطراف المتضررة بالمسير نحو وجهة الرسمة منذ مدة رغم ما تتعرض إليه من ضغوطات داخلية وخارجية فالتطلعات باقية وراسخة لن تمحوها قنابل عمياء أو رصاصات تائها من بغداد جابر جمال قناة الرشيد الفضائية